ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام انتو عارفين ايه منقشة متعلقة بالكتب ببقى سعيد سعادة الدنيا والاخر وممكن يزيد على ساعتي سعادة عندما التقي طبيبا متميزا يهتم بالثقافة وبالنشر وده بتبقى بالنسبة لي حاجة رائعة وبعدين مش قلك بتعيد الى زهني دائما امجاد الاطباء المصريين الذين احترفوا الكتابة والنشر والترجمة والادب وغيرها لا هي بتأكد لي على انه الصورة لازلت مكتملة وانه هذه السلسلة لم تنقطع على الاطلاق لانه دي واحدة من القدرات العظيمة لمصر كما جرت العادة لا تنسى انه حتى في مصر القديمة كان الكاتة اكان الطبيب او المهندس دائما كاتبا مفكرا خليني ارحب وبشدة بضيف العزيز دكتور احمد سمير كاتبا ومترجما ومدرسا بكلية الطب الاصر العيني منور اهلا بحضراتكم دانية منورة بحضراتكم ازاي الصحة كله تمام يمكن هبدأ الاول بسؤال قد يطرحه الناس مسألة الثقافة العلمية الكتب اللي بتروج لمسألة او تركرس وترسخ لفكرة الثقافة العلمية يعني ايه الثقافة العلمية؟ هو كان زمان العلم بسيط وسهل بمعنى انه كان فيه اعتقاد عند الناس ان كل العلوم ممكن اي حد يقدر يوصل له كلام ده كان زمان اوي بقى المشكلة دلوقتي ان احنا مع التقدم الكبير اللي حصل في العلوم ان احنا بترينا نخش بقى في تفاصيل صعبة وفي علوم صعب الالمان بيها عند الناس كلها بس احنا رقينا ان فيه حاجة مهمة اوي او مش يعني الناس لقيت ان فيه حاجة مهمة اوي انه لازم يبقى الناس عندها فكرة عامة او اوفر فيو كده على كل حاجة كل واحد صحيح ممكن يبقى متخصص في مجاله بس في النهاية احنا عايزين يبقى فيه فكرة عامة عن كل حاجة من هنا ابتدى مجموع من العلماء برضو من زمان ينتبهوا للموضوع ده فيبتدوا يتوجهوا للعامة بكتابات تحاول تبسط اهم المفاهيم العلمية اللي هم شغالين فيها ده لي اكتر من فايدة بقى اول فايدة ممكن هنتكلم على رجل الشارع يعني انه الثقافة العلمية الرجل الشارع دي بتخليه طول الوقت يعني عنده فكرة عن اللي بيحصل عموما في العالم يعني فكرة واسعة حقيقية بعيدة بقى عن ممكن الدجل والخرافات والافكار اللي هي مش حقيقية الحاجة التانية منهجات التفكير العلمي ودي برضو واحدة من الحاجات المهمة قوي ان انا ازاي لما يبقى عندي مشكلة ابتدى افكر فيها بشكل منهجي عشان اوصل في النهاية لحلول بعيدا برضو عن التفكير اللي هم بقاش ماشي بالشكل المنهجي ده دي ناحية في ناحية تانية ودي برضو ناحية مهمة قوي دي بقى تهم المتخصصين شوية ان هو فكرة ان انا ممكن اخد فكرة من مجال انقلها المجال تاني ده بيحصل كتير قوي في مجالات للعلوم والفلسفات والحاجات دي ان ممكن فكرة في حتة الفكرة دي تنور لي مثلا طريق معين او فلسفة معينة او حاجة زي كده فانا اخدها اعمل لها تطبيق في حاجة تانية وممكن مجال تاني يبقى بعيد شوية ده بيفرق كتير قوي في تقدم العلوم عموما يعني عشان كده صعب قوي حد يقول مثلا انا بتاع احياء بس لانه في النهاية هيستخدم حاجات من الفيزياء معايا صعب حد يقول لا انا انا بتاع هستخدم مثلا طول الفيزياء يحتاجين الرياضيات وهكذا يمكن انت عارف انا اتابع دايما نيل دي جرانس تايسون اكيد جميل فكنت اشوف فيه المثل اللي انت بتضربه دلوقتي العلاقة ما بين ميكانيكا الكام والفيزياء النظرية والثيولوجي علوم الاديان وهو عمل سلسلة كبيرة جدا على العلاقة ما بين الاثنين وما الى زلك ومن ساعة ما بدأت اتابعه كمقدم للبرنامج بعيدا عن كونه عالم مهم جدا في الدنيا بقعد افكر واحدة ليه ما عندناش برنامج زي كده او سلاسل تشرح ده او مقالات تكتب في ده وتخلق هذا الجدل والمحورات اللي طول الوقت فيها اسرق معلش انا هستأزنك هطلع فاصل اجباري وهنتظر منك الاجابة او نستكمل المناقشة دي ولكن بعد الفاصل انا كنت بزعج دكتور احمد سمير عظيفي العزيز والمكرم بقضايا متعلقة بالبرامج مش بالكتب وبعدين شعرت وكأنه يا اخي ما تقول لنفسك طيب انا بقعد افكر معه بقوله يعني ليه ما كناش نستكمل التجربة بتاع الدكتور مصنف محمود ما نستكملش التجربة بتاع الدكتور حامد جوهر الى اخر وزي ما كنا بنتكلم على الهواء على مسألة نيل دي جراس تايسون فبسأل على المسألة بتاعي احنا كنا بنسأل على ليه ما عندناش برنامج ليه ما عندناش برنامج بهذا الحجم وبهذا الشكل ونبسط العلوم ونربطها بالقضايا المعاصرة وهكذا يعني هو النقطة الاساسية في المواضيع دي كلها هي قصة الفند يعني في ظني يعني انه فيه طاقات ممكن تقدر تعمل الحاجات دي واردي فيه علماء اصلا بقوا بيكتبوا حتى كتب للعامة يعني مثلا ومعاصرين على فكرة عندنا دكتور شعبان خليل عندنا في كذا حد في كلية علوم بترجم ففيه ناس تقدر تعمل الكلام ده مش لازم يطلع قدام الشاشة بس على الاقل هم يقدروا يعملوا برنامج قوي جدا في الموضوع ده فيبقى ان يبقى فيه انتاج عنده الارادة ان احنا نعمل ده يعني فيه ظني هو لو قررنا في وقت ملاقات ان يبقى فيه انتاج يعمل ده فيه اعتقاضي هيتعامل مش بشكل صعب خالص يعني لانه لان احنا قرر لي عندنا التقاط دي وعندنا الناس دي والناس دي اصلا يعني هي مهتمة بفكرة تبسيط العلوم وبفكرة الكتابة عموما للعامة وفي سبيل ذلك ساعات بيسيبوا يعني ابحثهم اللي هتتنشر في المجلات لانه هو الناس كتير قابوا بتنشر في المجلات دولية ويكتبوا كتاب للعامة تمام فهتخيل الحقيق بقى لو احنا عندنا مثلا برنامج بيقدموا حد لي مثلا خلفية علمية مش لازم يبقى هو وورا بقى التيم ده النهاردة مثلا هنتكلم على ميكانيكا الكامب فإبعا عندنا حد فريد اعداد ليه تخصصه فيزيا مثلا هنتكلم على حاجة في الكيميا فإبعا عندنا حد فريد اعداد تخصصه كيميا ونربط ده بالفلسفات والريد الحاجات دي يعني بيتعامل في كتب ومش كتب اجنبية بس مترجمة في حاجات عربي بتكتب يعني عندي مؤلفات من النوع ده هنا في مصر عندنا مؤلفات اه من النوع ده في مصر يعني عندنا مثلا زي انا لسه ضرب مثلا بالدكتور شعبان خليل هو الرجل اصلا باحث في الطاقة العالية في فيزياء الطاقة العالية وفي المسايمات الاولية هو حاجات صعبة جدا هو عامل كتاب اسمه رحلة في اعماق المدى ده كتاب عربي مكتوب بالعربي مش مترجم اه هو كتاب العامة مبسط يعني اه فاحنا عندنا في ناس في ناس كتير مهتمة يعني وبعدين عايز اقول حاك يعني هو عشان ياخد الخطوة دي اصلا انا عايز اقول حاك ان هو يعني اكيد بازال لها مجهود كبير ليه لان هو بعد ما بيعمل ده هو محتاج يدور بقى على دار نشره ويعني كل ده مجهود مجهود شخصي يعني حاك فاهمني يعني فيه ناس كتير او بتعمل الكلام ده وبعد كده تبتدت تدور او حاجة زي كده اعتقد ان لو لو فيه جهة ما او يعني او فيه ارادة ما يبقى فيه شكل واقف ورا الكلام دوت بدعم مالي حقيقي او باكيد طبعا هيبقى فيه وهيبقى فيه حاجة قوية جدا طبعا وده ده خيني ارجع لدكتور احمد سمير ايه اللي شدك لمسألة الكتابة العلمية بتبسيط ايه اللي شدك لمسألة الترجمة العلمية كمان هو انا اصلا ابتديت الكتاب عموما كأدب يعني انا ابتديت من سكة الأدب كنت غاوي اكتب أدب وليه مثلا كذا اصدار مجموعة قصصية وروايات في الموضوع ده وبعدين في وقت من الوقات انا كنت مشغول بشوية امور فلسفية ومرتبطة بالعلم يعني انا من زمان مهتم بالقصة دي قصة علاقة العلم بالفلسفة والعلم ممكن يقول لنا ايه اصلا عن الكون ممكن يقول لنا ايه عن نفسنا ممكن يقول لنا ايه عن الوعي وعن العقل وحاجات زي كده فابتديت اكتب الحاجات دي في صورة مقالات صغيرة وحتى ساعتها ما كنتش بفكر ان انا هجمعها في كتاب يعني وبعدين كان ساعتها في يعني بتطلع كده ان الناس تعمل زي مواقع الانترنت يعني بس مواقع بتهتم عموما بالثقافة فاجي حد مثلا قال لي احنا هنعمل موقع وعايزين نبه فيه جزء علمي طب انا عندي المقالات دي والله اراها قال لي لا دي حاجة غيلة ومش عيخية وقتها وحاجات كده نشرت مقالة في التانية ثلاث اربعة مثلا وبعدين الباقي حسيت انه ممكن يتجمع في كتابه وده كان اول كتاب ليه في العلوم وكان كتاب تأليف كان اسمه لعب مع الكون يعني انا شخصيا اتخضيت من التلقي بتاع الكتاب يعني لقيت انه لأ يعني بيجي لي رسائل كتير قوي تشجيع وساعات كمان كانت بيجي لي رسائل تشجيع انا كنت قلن جدا ان مثلا كتاب يقرام متخصصين فابتدى يجي لي لا والله انت يعني عامل طبعا وكتاب مش متخصص او في الاخر يعني بس ايه بس ابتدى يجي لي لا انت عامل شغل لطيف يعني وكويس اه وانا شغال في الكتاب ده كان فيه اه كتاب اه لشرودينجر اسمه what is life او ما الحياة اه الكتاب ده كنت يعني كنت يعني كنت واخده زي مرجع كده او ريفرونس يعني فبعدين هو كتاب صغير ويغري جدا انه يترجم وبعدين هو كتاب قديم ورغم انه الناس بتاخدوا مرجع في حاجات كتيرة مش بس في العربي حتى في الكتب الاجنبية اه ما كانش الترجم فبعدين قلت طب ما اجرب اترجمه يعني وجربت اترجمه وانا مش حاطت في دماغي انا هنشره فين يعني وبعد ما ترجمته اتنشر وبرضو لقيت يعني رد فعل هايل يعني ومن هنا بقى بدأت الرحلة انه بقى فيه مشروع ترجمة كتب علمية يعني انا دلوقتي بخلص الكتاب وبفكر في الكتاب التاني وزي ما قلت لحضرتك طول ما فيه جهات مستعدة انها تنشر خاصة او حكومية وانا لقيت الاتنين يعني يعني عرفت انشر الكتب دي في حيطة خاصة وفي حيطة حكومية الدنيا بتمشي بقى ليه لانه خلص انا بيتعرف السك انا مثلا عايز الكتاب الفلاني فانا يا جماعة احنا عايزين ناخد حقوقه فابتدوا يكلموا لنشر الاجنابي نجيبيه الحقوق واعمل الكتاب فعارف خلص ان هو لو يتعامل هينزل في المطبع وابتدى يبقى فيه كمان ايه اقبال على النواية دي من الكتب ومش انا الواحدي فيه كذا حد بس مش هتترك الادب والله بحاول يعني هو المشكلة كلها الوقت بقى يعني يعني اذا سمحت لي اوعى شوف انا من الناس اللي دايما معجبة بتجارب الاطباء الادباء طول الوقت وفيه بعض من اصدقائي يعني احترفوا الادب وكذا يعني فدايما انا شوفوا اطباء انا شعفت زي ليه ده كذا انا صحاب ده كثرة ده شيء صحاب جيء انا شعفت مصحبيني على ايه بس دايما كنت الاحظ انه الادب بقلم الطبيب ليه طعم شديد الاختلاف شديد الاختلاف يمكن ابرز مثال دايما دكتور يوسف ادريس بس حدث ايضا ولا حرج مصر طول الوقت المؤولادة طيب عشان عمر زكريا ما يقتلنيش فهنا هروح للفاصل وهرجع مرة تانية للادب حتى لا نترك الادب وان روادتك الفكرة خلونا نتقابل بعد الفاصل انا مش هحكي لكم الحكاية اللي كانت بتدحكنا دلوقتي جدا خالص علشان هتؤدي الى نوعات صاحبي يزعل وهو يزعلين اصلا ما فيش داعي لده لكن خلويني اجدد ترحيم مرة تانية بدكتور احمد سمير كاتبا ومترجما ومدرسا بكلية الطب قصر العين ودي حاجة مهمة جدا انتو عرفيني كنت قاعد عمال ببص بالمناسبة على التصنيف بتاع كيو اس فانبسطت جدا جدا انه تصنيف جامعة القاهرة هي رقم واحد مش في العالم يعني رقم واحد في مصر ولها ترتيب متقدم من ضمن الجامعات الكبرى في العالم ده التقريم اللي هو بيسموه الوفرول يعني فانبسطت بشكل غير طبيعي لو ديكوا بقى على تقريب تاكلية الطب هتنبستوا مني اكتر رقم اثنين على طول بعد جامعة القاهرة كانت جامعة عين شمس ولقيت تقريبا 24 جامعة متصنفين 24 جامعة مصريا متصنفين في كيو اس هرجع مرة تانية لدكتور احمد وقلت ارجو ان لا تترك الادب ايه بقى بحاول دي لا انا هي الفكرة كلها هي المشكلة الوقت يعني انا مؤخرا حاولت ان انا نفسي شوية في موضوع في موضوع الترجمة بالزيت لان هو هو الفكرة كلها هي طاقة فانت يعني موجهها فين يعني بس فكان في حاجات كتير اوي حلوة انا حابب اعملها مزات في كتر جمع طول وقت في كتب عجباني ونفسي اشتغلها يعني فانا في ظني يعني ان انا جيت في وقت من الوقت كان على نفسي شوية ان هو بقيت بعمل كمية كتب كتيرة في وقت قصير فده خد بقى من حاجات كتيرة يعني مش بس خد من الطب واللي لا الحمد لله ده اكل عيشنا بس 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 هو خد مثلا من من كتب الالأدب طبعا خد حتى من من فكرة ان انا مثلا انا طول الوقت ببقى عندي مشاريع اراف حاجات معينة او مثلا او او حاجات معينة عايز اشتغل فيها او اقرأ فيها بشكل اعمق شوية بحيث ان انا ممكن في وقت من الوقت اكتب في السكة دي بتبقى مشاريع كده فلاقيت نفسي ايه كل شوية لأ يعني اجل ده شوية اجل 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 عشان اخلص الحاجات دي فمؤخرا يعني انا ده قرار بيني وبين نفسي يعني عشان زي ما حاك ما بتقول كده ما سيبش الادب يعني انه لأ يعني بدل ما بعمل مثلا كمية دي احاول اقلل شوية بحيث ان انا لاي وقت لامور اخرى يعني طيب يمكن اخيرا يمكن للأسف الوقت اللي جري ده هسأل على مسألة الاقبال على الكتب اللي هي العلم للمساطاء لو حبنا نسميها كده لا هو الاقبال في ظني يعني وزي ما قلت حقيقة أنا حتى مع اول كتاب او سواء مؤلف او مترجم كنت بلاقي ردود فعل كويسة جدا وفي اقبال يعني مش قليل بالعكس يعني وده حفز حتى الناشرين انه يعني انا بتريدت احس ان في حركة في ناس بقى عندها مشروع ان احنا نعمل سلاسل نشر علمي يعني ما يبقاش مسلا نشر طلع كتاب او كتابين لا هو عايز يعمل مجموعة كتب فبقينا يعني الخطط السنوية يبقى فيها اكتر من كتاب لا اكتر من حد طيب بوصة وقت خلص انا هقولك نصيحة انا ما نتنقش فيها واحنا ماشي اعمل بودكاست زي زي ما كنا بنتكلم نيلدي جراس الى اخره اعمل بودكاست في ثورة البودكاست التي تملأ العالم الان لانه ساعات كتير بشوف الكلام فارغ وهلس وده شيء يعني عادي تمام مهم عنديني ان يبقى فيه بودكاست حلو وكويس ومحترم ومتكلم على تبسيط العلوم وعلاقة العلم بالفلسفة بالأديان بالأدب بالتاريخ بالأساطير إلخ إلخ ولولي ان انا يعني ابدي اعجاب مما او تقييم مما ولديك صوت الحقيقة يشجع على ذلك جدا يعني ده بجد يعني لو انا كنت لسا ما اعمل فويس اوفر ما قلتش قلتلك كده اقولك لا ده عام ده هينفسنا بس انا عمري عملت كده في حياتي انا تعلمت من اللي علموني او يعني اللي اكبر مني والجيل الاسبق على في الفويس اوفر ان انا اشجع دايما لا بس انا نفس حضرتك فين يعني ده مستحيل لا تنافس ونقبص انا والله العظيم ربنا انا عم عليها باتنين وانا دايما ادلهم بالفضل استاذ عصام سيف وصديقي اسامة مونير فالاتنين دول كانوا مشجعين جدا بالرغم انه هم من اعمدة الشغلان يعني لما كنا بنعمل اعلانات وبتاع استاذ عصام ربنا ادمها علي يا رب فا وكانوا مشجعين جدا ولا يشعروا بانه ده فيه وقت صغير جيه وهيخش وبتاع اطلاقا فانا اتعلمت كده في كل حاجة في حياتي يعني فا و وده هيخليني انا عايز سؤال كمان بص بتفكر في البودكاست ولا لا ابقامانك ده ما جات لكش الفكرة جات للفكرة بس هي برضو نفس القصة محتاجة محتاجة وقت ومحتاجة يعني شوية مجهود ممكن بس تكلفتها اقل حبة اقل كتير يعني لا هي ممكن تتعامل وهتبقى مؤشر لطيف بس قد يدفع انه ييجي منتج تئيل يقول لك بص يا دكتور احنا عايزينك بقى خاص انا هفكر فعلا في الموضوع خلاص حاضر ارجوك حاضر هتفكر خلاص اتفقنا وبتشتغل دوقتي على مشروع ادبي ولا لا بدأت يعني تكتب ملامح فيه اه فيه فكرة هتبقى غالبا رواية خائل علمي يعني بس هي لسة يعني لسة يعني يعني الخطوط العريضة موجودة بس لسة مبتلتش اكتب فيها بس خلاص يعني ان شاء الله قريب جدا يبتدي فيها ان شاء الله انا اهتمت بالفزياء النظرية وميكانيكا الكم بسبب رواية تسر اكت فمن ساعتها الله يرحمك يا بابا هو اللي ادهيلي انا اشكرك جدا دكتور انا متشكر جدا اتمنى انه بعد الحلقة دي لا تنتهي العلاقة ما بيننا لتتطور وتصير صداقة حقك يساعدني اتمنى ذلك نادما بتشرف بمصادقة الادباء والعلماء فما بالك ادباء علماء ودكاترة يعني هيبقى رصيدي عظيم كده من الاصدقاء اشكرك جدا مرة تانية كل الشكر لضيفي العزيز اوضفنا جميعا العزيز دكتور احمد سمير كاتبا ومترجبا وقديبا ومدرسا بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة خلصت الحلقة لحد كده سوان يكون موجود معانا كريم رمزي انا شايفه كريم داخله هنتكلم بقى على المطش بقى وحدوتة اما شوف رأي كريم وتحليله كما جارت العادة في برنامجه رقم عشرة والنتيجة لازلت واحد واحد يا رب عايزي نكسب ونبي يا رب تعثر اما احنا لو كنانا العمر فهنقابلكم بكرا ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامت